أنت ما عودت اللاجئين السوريين إلى سوريا عن بقائهم في لبنان؟ أنا ما عودتهم لسوريا لكن ضمن شرط منطقي ضمن شرط أن تستوعب سوريا عودة العدد الكبير من اللاجئين لحتى ما يرجعوا ويكون وضعهم سيء جداً وبنفس الوقت لحتى ما يرجعوا ويعملوا أزمة هائلة في سوريا اليوم سوريا ما عندها موارد يعني دوبة سوريا عم الطعم الناس الموجودة فيها ما في بونا تحتية في بونا تحتية مهدمة في بونا تحتية يا دوب عم ما تقدر تقوم باللي موجودة هل البنية التحتية في لبنان قادرة أن تحتمل هذه الأعداد من الخارجئين؟ لا وهي هي المصيبة اليوم الحل؟ الحل؟ أعطيني حل يبدأ في أنك أنت تلاقي تسويات في المنطقة لأن الحل مربوط بتسوية سياسية تجي ترفع عقوبات ولو بشكل مو كامل اتهيئ بنية تحتية بسوريا تعمل اتفاق مع الدولة السورية على أن يكون هناك شروط معينة لعودة هاللاجئين وتجيب لهم إمكانات معينة يقدروا يعملوا فيها تصليح للمناطق المهدمة ميت شرب حد أدنى من العمالة والتوظيف إمكانية الشغل لحتى يرجعوا يشتغلوا نعم التعميهم وتشربهم اليوم بسوريا ما في كهرباء نعم ولكن هذه التسويات إذا استغرقت وقتا طويلا هل لبنان قادر أن يتحمل هذا الضغط الكبير الواقع عليه؟ ما بتوقع بس أنا ما أعرف ما عندي حلول أنا أنا ممثل نعم ماني سياسي الفكرة بأنه يعني مع حبنا لسوريا ولبنان والأردن ومصر عم نحن نحن هلأ بمنطق البنية التحتية زي ما حضرتك ذكرت يعني هم سوريين فالدولة السورية هي المسؤولة عنهم يعني هن اللي يشبه لبنان عايشة خمسة نجوم اللاجئين أكيد لا بس يعني يعني انت شوفي وضعهم بلبنان اللاجئين سوريين عايشين بلبنان عايشين حياة صعبة جدا بس ما خدين من يمكن معتمدين على المساعدات الدولية اللي عم تجي لما بيكونوا عما قاعدين بلبنان عما ياخدوا هالمساعدات ليشتروا أكل وشرب فيها كانوا بالأسواق اللبنانية أنا بعرف إنه في عبق على لبنان لكن بنفس الوقت إجت مساعدات وإجت أمور يعني إلى لبنان وبنفس الوقت إجت مساعدات لبعض الدول الأخرى اللي استضافت اللاجئين السوريين المساعدات تذهب إلى المكان الذي يجب أن تذهب إلي في علمنا العربي في علمنا العربي أنا لا أخصص الآن ما عندي أي فكرة لكن أنا اليوم بدي أقول لك الشرط الصحي أكيد أنه ما يكون فيه لاجئ ببلد آخر أكيد الشرط الصحي أنه هذا الرجل السوري الذي يحمل جواز السفر السوري يجب أن يكون موجود في بلده التي تؤمن له حياة لائقة ولا يجب أن يكون في بلد مجاور عما ينحط فيه بالصخر لا يقدر يأكل ويشرب ويعيش أولاده بس كمان أنا ماني مع أنه هذا اللاجئ اللي قاعد بهذا البلد التاني اللي هو ما عنده مقومات الصمود بالأكل والشرب يبض ويخلف 16 ولد يعني كمان بدي أحكي بالمنطق طب أنت اليوم إذا أنت عايش بخيمة وما عم تقدر تاكل وتشرب وأنت بدأت هالأزمة عندك ولدين اليوم بنهاية هالأزمة صار عندك 15 ولد ليش؟ يعني هذا رأيي وبشو ستولد تحارب عليه كمان ما بنعرف شو بنحكي كلمة بيطلع ولنا بيقول لنا هل يجب توزيع حبوب منع الحمل مع المساعدات؟ ما رأي ما رأي قد يكون واحد من الحلول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر